السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أستاذ عبدالله عنزي معلم الدراسات الاجتماعية وعلى لغة الإشارة الأستاذة من السحال اليوم سنتكلم في منهج الدراسات الاجتماعية للصف الأول المتوسط سنتكلم اليوم في الأمارة والفنون في الحضارة الإسلامية وقبل أن نبدأ سوف نراجع الدرس السابق تكلمنا عن العلوم الطبيعية العلوم الطبيعية علم الفيزياء برع المسلمون في هذا العلم وأجروا بحوثا في هذا المجال مثل دراسة الضوء والصوت وغيرها وقد عرف علم الضوء باسم علم البصريات ومن العلماء المسلمين في هذا المجال أبو الريحان البيروني المعروف باكتشاف الكثافة علم الفيزياء علم الفيزياء من أشهر علماء أبو الريحان البيروني علم الكيميا علم الكيميا قدم العلماء المسلمون في هذا العلم اكتشافات جديدة لم يتوصل إليها من سبقهم مثل تنقية المعادن تنقية المعادن وكذلك عمليات التقطير والترشيح عمليات التقطير والترشيح ومن العلماء المسلمين في هذا المجال جابر بن حيان جابر بن حيان الذي اشتهر بالتجربة المخبرية التجربة المخبرية هنا علم الفيزياء وعلم الكيميا علم الرياضيات علم الرياضيات وضع المسلمون أسس هذا العلم فاستعملوا نظام الترقيم إضافة إلى اختراء الصفر كما اعتنوا بعلم الجبر وعلم الهندسة ومن العلماء المسلمين في هذا المجال أبو عبد الله محمد الخوارزمي هذا علم الرياضيات علم الفلك اعتنى المسلمون بهذا العلم فرصدوا النجوم كما اعتنوا به لارتباطه بالأمور الشرعية مثل أوقات الصلاة حسب مواقع البلدان وتحديد مواقع البلدان وحركة الشمس فأنشأوا المراصد لدراسة الفلك دراسة علمية وعملية دقيقة تكلمنا عن علم الرياضيات وعلم الفلك علم الطب والصيدة علم الطب والصيدة طور المسلمون أسس الطب واعتنوا به لارتباطه بصحة الإنسان فبرعوا في ابتكار الأدوات اللازمة لإجراء العمليات الجراحية كما أنشأوا المستشفيات لمعالجة المرضى أما الصيدلة فقد أسس المسلمون هذا العلم على أساليب علمية فهم أول من أدخل السكر في تحلية بعض الأدوية المرة واستفادوا من النباتات الطبيعية في علاج بعض الأمراض كلمنا هنا علم الطب والصيدلة طور المسلمون أسس الطب واعتنوا به لاهتمامه بصحة الإنسان كما طوروا ابتكاروا أدوات اللازمة لإجراء العمليات الجراحية كما أنشأوا المستشفيات لمعالجة المرضى أما علم الصيدلة فقد أسس المسلمون هذا العلم على أساليب علمية فهم أول من أدخل السكر في تحلية بعض الأدوية المرة الترجمة الترجمة هي نقل العلوم من لغتها الأصلية إلى اللغة العربية نقل العلوم من لغتها الأصلية إلى اللغة العربية وقد بدأت الترجمة في العصر الأموي وازدهرت في العصر العباسي فترجمت الكتب متنوعة إلى اللغة العربية درسنا اليوم العمارة والفنون في الحضارة الإسلامية أهداف الدرس أن يعدد الطالب أشهر المساجد التي بناها المسلمون أن يعدد الطالب أشهر المساجد التي بناها المسلمون اثنين أن يبين الطالب عناية المسلمين ببناء القصور أن يبين الطالب عناية المسلمين ببناء القصور ثلاثة ثلاثة أن يعلل الطالب بناء المسلمين القلاء والحصون أهداف الدرس أن يعدد الطالب أشهر المساجد التي بناها المسلمون ثلاثة أن يبين الطالب عناية المسلمين ببناء القصور ثلاثة أن يعلل الطالب بناء المسلمين للقلاء والحصون تمهيد تتميز الحضارة الإسلامية بأنها لم تغفل عامل الجمال بوصفه قيمة مهمة في حياة الإنسان حيث جمعت بين فن البناء وجماليات النحت والرسم والخط والزخرفة تتميز الحضارة الإسلامية بأنها لم تغفل عامل الجمال بوصفه قيمة مهمة في حياة الإنسان حيث جمعت بين فن البناء وجماليات النحت والرسم والخط والزخرفة فما مظاهر الجمال في الحضارة الإسلامية وما تقنيات العمارة الإسلامية وما أبرز سمات الفنون الإسلامية درسنا اليوم الفنون الإسلامية الفنون الإسلامية ارتبط الفن الإسلامي بالدين ارتباطاً وثيقاً ارتبط الفن الإسلامي بالدين ارتباطاً وثيقاً حيث نقشت الآيات القرآنية الكريمة على الأواني والمباني بخطوط مختلفة إضافة إلى زخرفة القصور والمساجد بأشكال هندسية ونباتية وحيوانية جميلة لدينا هنا صورة لزخرفة على أعمدة قصر الحمراء بالأندلس ارتبط الفن الإسلامي بالدين ارتباطا وثيقا حيث نقشت الآيات القرآنية الكريمة على الأواني والمباني بخطوط مختلفة إضافة إلى زخرفة القصور والمساجد بأشكال هندسية ونباتية وحيوانية جميلة العمارة الإسلامية المساجد تميزت عمارة المساجد في أول أمرها ببساطة البناء ثم تطورت فأصبحت عمارة المساجد مثلا رائعا في فن العمارة والزخرفة الإسلامية عند بناية المساجد تميزت عمارة المساجد في أول أمرها ببساطة البناء ثم تطورت فأصبحت عمارة المساجد مثلا رائعا في فن العمارة والزخرفة الإسلامية فأبدع المسلمون في إقامة المآذن والأعمدة والأقواس ومن أشهر المساجد التي بناها المسلمون الجامع الأموي في دمشق ومسجد قبة الصخرة في فلسطين ومسجد قرطبة في الأندلس تميزت عمارة المساجد في أول أمرها ببساطة البناء ثم تطورت فأصبحت عمارة المساجد مثلا رائعا في فن العمارة والزخرفة الإسلامية فأبدع المسلمون في إقامة المآذن والأعمدة والأقواس في المساجد ومن أشهر المساجد التي بناها المسلمون الجامع الأموي في دمشق ومسجد قبة الصخرة في فلسطين ومسجد قرطبة في الأندلس تقويم مرحل أذكر أشهر المساجد التي بناها المسلمون أذكر أشهر المساجد التي بناها المسلمون سأعطيكم دقيقة للتفكير ونرجع لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم رجعنا لكم كان السؤال يقول أذكر أشهر المساجد التي بناها المسلمون الجامع الأموي في دمشق مسجد قبة الصخرة في فلسطين ومسجد قرطبة في الأندلس هذه أشهر المساجد التي بناها المسلمون القصور القصور تميز عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين بالبساطة والزهد فلم تظهر العناية ببناء القصور إلا في عصر خلفاء الدولة الأموية والعباسية إذا اعتنوا بإنشاء القصور وبزخرفتها ونقشوها بألوان متناسقة ومن أمثلة هذه القصور قصر عمراء في الصحراء الأردنية هذا صورة له قصر عمراء في الصحراء الأردنية الذي بني في عصر الدولة الأموية وقصر الحمراء في الأندلس الذي بني في عصر مملكة غرناطة في القرن السابع الهجري القصور تتميز عصر صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين بالبساطة والزهد فلم تظهر العناية ببناء القصور إلا في عصر خلفاء الدولة الأموية والعباسية إذا اعتنوا بإنشاء القصور وزخرفتها ونقشوها بألوان متناسقة ومن أمثلة هذه القصور قصر عمراء في الصحراء الأردنية الذي بني في عصر الدولة الأموية وقصر الحمراء في الأندلس الذي بني في عصر مملكة غرناطة في القرن السابع الهجري المدن المدن اعتنى المسلمون ببناء المدن في الأماكن التي فتحوها لأغراض متعددة إما لتكون عواصم للدول الإسلامية وإما لأغراض عسكرية أو اقتصادية أو دينية اعتنى المسلمون ببناء المدن في الأماكن التي فتحوها لأغراض متعددة إما لتكون عواصم للدول الإسلامية أو لأغراض عسكرية أو اقتصادية أو دينية ومن أهم المدن الإسلامية البصرة والكوفة وبغداد والقيروان والقاهرة وغيرها الحصون والقلاء الحصون والقلاء اعتنى المسلمون ببناء القلاء والحصون لماذا؟ لحماية حدود الدولة وهي مدن صغيرة محصنة تحتوي على أماكن للإقامة والمرافق العامة والمياه والأسواق داخل الحصون والقلاء ومن أشهر الحصون والقلاء قلعة حلب بسوريا وقلعة صلاح الدين في القاهرة وقلعة الحصن في حمص بسوريا وقلعة عكا في فلسطين وقلعة الرب في الأردن الحصون والقلاء اعتنى المسلمون ببناء القلاء والحصون لماذا؟ لحماية حدود الدولة وهي مدن صغيرة محصنة تحتوي هذه الحصون على أماكن للإقامة والمرافق العامة والمياه والأسواق ومن أشهرها قلعة حلب بسوريا وقلعة صلاح الدين في القاهرة وقلعة الحصن في حمص في سوريا وقلعة عكا في فلسطين وقلعة الرب في الأردن تقويم ختامي علل عناية المسلمين ببناء المدن في الأماكن التي فتحوها هنعطيكم دقيقة للتفكير ونرجع لكم اشتركوا في القناة السلام عليكم رجعنا لكم كان السؤال يقول علل عناية المسلمين ببناء المدن في الأماكن التي فتحوها الإجابة هي إما لتكون عواصم للدول الإسلامية وإما لغراض عسكرية أو اقتصادية أو دينية إما لتكون عواصم للدول الإسلامية وإما لغراض عسكرية أو اقتصادية أو دينية كذا أنهينا درسنا اليوم شاكرين لكم حسن استماعكم وأنصاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر